الاهلي متصدر الدوري قبل فترة التوقف مباراة كانت معه أدى شوية الحقيقة مباراتنا أمام الجونة لأنه كل الجمهور حتى يعني أصبح عارف الطريقة اللي بيلعب بيها كابتن علاء عبدالعالم طبعا طريقة مميزة وكويسة جدا وتتناسب مع فريقه أنا لا أقصد شيء ولكن هي طريقة بيعتمد فيها على التأفيل الدفاعي واللعب على هجمات المرتدة إدري يجيب جون إدري يجيب بيعمل فرستين ثلاثة دي طريقة لعب على فكرة طريقة لعب جيدة جدا في المنطقة الخلفية تلاقي كل اللعيبة وقفة وبيعتمد على الهجمات المرتدة بيعتمد على لعب أو اثنين أو ثلاثة وبالتالي قدر يستفيد بالحالة الفنية اللي كان عليها النادي الأهلي والأهلي تعادل مع الجونة في مباراة أنا باعتبرها نتيجة إيجابية الحقيقة هتقول لي ليه هقولك لأنه في هذا الملعب وفي هذه الأجواء والنادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يخسر مباراة هتقول لي يا عم إسلام إحنا بنتكلم عن أو الناس بتنتقد أداء الفرقة هقول لحضرتك للمرة المليون للمرة المليون أنا هكرر نفس الكلام في هذا البرنامج لما نيجي نتكلم هنتكلم عن دايماً حنظر لنص الكباية المليان يعني ده معناه أن فيه نص فاضي يعني ده معناه أن فيه سلبيات آه ولكن أنا دايماً بحب أبص على الإيجابيات اللي بتحصل في الفرقة ما بحبش أبص على السلبيات بحبش أبص على السلبيات لأن أنا متأكد وعارف يعني هل فيه حد قال أو هل فيه حد مبسوط بأداء النادي الأهلي في مباراة الجنة ما حدش مبسوط هل فيه حد مبسوط بالتشكيلة اللي لعبت بالأداء اللي لعبين لا طبعاً ما فيش حد مبسوط ولكن أنا لن أنظر لهذه الأمور ليه مش حبص لهذه الأمور لأنه الأمور دي كلنا عارفينها بما فيهم المدين الفني لكن أنا حبص لإيه أن مودس تسجل هدف حلو وده عادي هدف حلو لا هدف حلو يقولك أن هذا العيب على العيب جيد هيحصل معاه إيه الفترة اللي جاية حانشوف مستنيين منه أكتر من كده؟ مستنيين منه أكتر من كده؟ مستنيين مع ارتفاع معدل يقتل بدنية من مباراة أخرى وده اللي كنا بنقوله من أول يوم لغاية النهاردة قلت لحضراتكم أنا مقتنع أن هذا اللاعب لعب جيد جدا ببناء على سيفي قوي جدا محتاج إيه؟ محتاج يوقف على رجله عمل لعبة كلنا قلنا أن هي لعبة حلوة ولكن ده معنى إيه؟ مستنيين منه أكتر خلال الفترة اللي جاية مستنيين منه أنه يبقى أحسن من كده كمان ما عملش حاجة مستنيين منه يبقى أحسن من كده خلال الفترة اللي جاية وبقول رسالة لكل الناس مودس تلعيب في نادي الأهلي هدعمه؟ هندعمه مش أنا الوحدي كل جمهور النادي الأهلي هيدعمه طول ما هو لعيب في نادي الأهلي وطول ما هو لابس تشيرت النادي الأهلي هنفضل ندعمه زيه زي بقية اللاعبين وكل فرض في منظومة النادي الأهلي أنا بس حبيت أبدأ بهذا الكلام عشان محدش يقول أصل أنتوا طالعين تطبلوا لا فندم إحنا ما بنطبلش إحنا بنقول الحقيقة ولكن دايما الحقيقة بتنقسم لحاكتين إيجابي وسلبي أنا بتكلم عن الإيجابي حضرتك السلبي ممكن بقى ضيفي في الجزء التاني من هذه الحلقة لو كابتن أحمد عادل يقول لي والله يا كابتن إسلام الفرقة كتوى ونتناقش لكن أنا حضرتك مرة تانية هل في حد في مصر مش شايف السلبيات؟ شايفين السلبيات؟ يعني جمهور الأهلي تسعين مليون أهلاوي شايفين السلبيات وده كفاية فده ما خلناش نقعد نفكر في السلبيات دايما بحاول أفكر في الإيجابيات علشان عندي 10-11 يوم أو 10-11 يوم راحة فيهم راحة من النادي يعني ولكن عندنا مباريات لمنتخب مصر حنتكلم عنها طبعا خلال الفترة اللي جاية فالراجل النهاردة أو مستر كولر ردة 5 أيام أيام أجازة بعد شهر كامل من ضغط المباريات وبعد كده وبعد الرجوع أيضا حيبقى هناك ضغط كبير جدا جدا قبل كده كان ما بين السفر ما بين الدوري الأفريقي والدوري المحلي أيضا وجهت نظري أن هذه الأيام أنا كنت بشوف أنه لازم كولر ياخد أجازة لأنه أعتقد أن زهنه حيرجع صافي من هذه الأجازة الخمسة أيام يروح يقعد مع امراضه وولاده ويشوف الدنيا ويشوف سويسرا ويشوف حلاوة سويسرا وجمال سويسرا والحاجات اللطيفة دي ويرجع يحط استراتيجية جديدة تمشي مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية استراتيجية قد يكون فيها روتيشن آه محتاجينه ولكن مش بهذا العدد مثلا يعني أنا معرفش ولكن أنا بقول وجهة نظر مش وجهة نظري وجهة نظر كثير من جمهور النادي الأهلي بالمناسبة هي فرصة لتصحيح الأخطاء أخطاءنا كلنا كفريق لما يبقى عندك وقت فيه أجازة بتصفز هناك وبتفكر في اللي جاي أنا عايز أكسب الدوري حكسب الدوري إزاي لأن أكسب الدوري بهذا الشكل اللي كنت عليه في مباراة الجونة ولكن حكسب الدوري بشكل مختلف واحد اتنين تلاتة اربعة أنا كمدير فني لما بعض بعض أعمل مش أنا إسلام أي مدير فني بيقعد يعمل كده فحنبتدي وجهة ناظري إن حنبتدي نشوف استراتيجية تخلينا إن شاء الله ليه لأنه كولر هل في حد في النادي الأهلي مش مقتنع بهذا الرجل أو بجمهور النادي الأهلي لا بالعكس إحنا شايفين إن هذا الرجل مدير فني على أعلى أعلى مستوى على أعلى أعلى مستوى أنا هتكلم عن كولر في جزء الواحد ولكن قبل مبدأ مشوار دوري المجموعات الحقيقة في دوري أبطال إفريقيا وكاس العالم للأندية هيبدأ الشهر اللي جاي في المنباكة العربية السعودية وبالتالي عندنا ضغطة مباراة كبيرة جدا جدا أنا أسف إن أنا يعني قطعت كلامي عن كولر لأنه زي ما قلت لحضراتكم في فقرة حقاة صد هتكلم عنه لأنه هو كولر بقى وحش فجأة كولر بقى هو هو السبب في خسارات الأهلي لا طبعا قد يكون هناك أسباب كثيرة من ضمنها هذا السبب وعلى فكرة ما فيش ما فيش مدير فني ما بيغلطش وما فيش لعيب ما بيغلطش